السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم متابعين من قناة فوتر كوين فيديو جديد على قناتنا القناة المتابعين بأخبار العملات الرقمي بالفيديو أصدقائي رأيتكلم أخبار مهمة عن عملة شيباينو وشراء كمية كبيرة من قبل الحيتان وين أهداف العملة لوين ممكن تنزل ولوين ممكن تصعد العملة خلال الأيام القادمة أبما بلش فيديو أصدقائي خلونا نترحم على شهداء سوريا اللي ماتوا تحت الأنقاض بسبب الزلزال الأخير للي ضاب سوريا وتركيا رحمة الله شهدائنا ونتمنى للشفاء العاجل للجرحى والمصابين طبعا نحن بدورنا بما أنه ما بنقدر نساعد عمليا بنقدر نساعد ماديا ومالويا حاملة تبرعات كبيرة عمقوم فيها حاليا أصدقائي بما أنه قناتنا لا تزال قناة متواضعة وقناة صغيرة لكن نقدر نعمل شيء ونقدر نوصف بعض المساعدات للأسر المحتاجة اللي لابتهم لك لا حول ولا قوة أبدا هاي الأشخاص حاليا أصدقائي ما في عندهم مكان يناموا فيه ما في عندهم زاد لا يؤمن نحن بنقدر نساعدهم ونقدر نوقف معهم عن طريق حمل التبرعات أنا بنزلكم توصيات مجانية تماما أي شخص بيحب يتبرع يتواصل معي أنا بدخلوا على جروب البي آي بي طبعا بعطيه توصيات مجانية يتبرع بخمسة بالمئة أو عشرة بالمئة من الأرباح وطول ما عم يتبرع لهالناس رح يضل داخل جروب البي آي بي يعني ياخد تسعيم بالمئة من الأرباح ويتبرع بعشرة بالمئة من الأرباح للمصابين وطبعا نحن رح نزل جميع المساعدات اللي عم نبعثها على سوريا على الشمال السوري أو أعلى مدن سوريا منضررة رح نزل جميع الفيديوهات والصور لا سلات الغذائية ولا الحطب وجميع المساعدات اللي رح نرسلها على سوريا حتى تزيد المصداقية بناتنا طبعا النصاري عم تبعته ما عم تروح لمنظمة ما عم تروح لدولة ما عم تروح لشركة عامة لفريق عملنا موجود في سوريا وعم بيوزع للمحتجين خلونا نرجع موضوع الفيديوهات من أصدقائي وموضوع الفيديوهو الشي باينه خليكم معنا إلى بعد طبعا الزقائي حوت كبير في تاريخ 3 فبراير نقل تقريبا 18 مليون دولار 18 مليون و 150 ألف دولار نقلوا من منصة بايننس إلى محفظة مجهولة عدد القطع كبير جدا جدا والحيتان ما بتشتري بالعملة على عبث طبعا حاليا عندي تأمون كبير بيبند على العملة بعد إطلاق الشبريوم بعد إطلاق الشبكة يعني بتحوّق العملة من عملة ميم بدون أي جدوى إلى عملة ذات مشروع ذات منصة سواب خاص فيها عندها مشروع اللي هو مشروع رح يكون عبارة عن شبكة مبنية على شبكة الاثريوم شبكة من اللير الثاني وعندي محفظة كمان عندي محفظة اللي هي اسمه اتوميكي والت كمان رح تضيف الشبريوم هاي النقطة إيجابية جدا لشبكة شبكة شبكة نيتورك أو شبريوم وعندي الحوت عم يشتري كميات كبيرة وعم يخزن يعني نقلوا من منصة بايننس يعني ما في عنده نية في البيع في الأيام أو الأشهر القادمة لهيك عندي هاي القطع مخزنة ممكن صير بمب على العملة والعملة ترتفع إلى مناطق 30 لكن لحتى ترتفع إلى مناطق 30 أو 0.403 لازم أول شيء اخترق مقاومة 0.4015 وبعد المقاومة الثانية اللي هي 0.4018 يعني عندي ارتفاع بنسبة 40% لازم نتجاوزه حتى ننتقل إلى منطقة 0.403 و مربح 130% و 2600 فيوتشر طبعا المقاومات تجي مقاومة الأولى 0.4015 يعني هي عند القمة السابقة و اللي بشلنا بكسرها بالمرة السابقة و حاليا عندي انخفاض وأكيد راح نلمس ترتفع وبعدها ننطلق مرة تانية والمقاومة الثانية راح تكون عند منطقة 0.4018 عند المقاومة ما قبل الأخيرة وبعدها راح يصير ارتداد ياما إلى لمس 0.4015 ياما الكسر و إغلاق أعلى المقاومة وبهالشي راح يتم بهالشي ما راح يكون عندي أي مقاومة بالعكس راح يكون عندي دعوم قوية وبعدها راح يتوجه إلى منطقة 0.4030 لهيك بدل خزينا من الوقت الحالي لعملة شي بايده أو انتظر تصحيح إلى منطقة 0.4012 وبشتري مع ستوبلوز بإغلاق أسفل 0.4011 أصدقائم كوصلنا على الفيديو أتمنى الفيديو كنت أعجبك لا تنسى تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس تغلط على لايك حتى يصلك كل جديد في عالم البلد رقمي مع السلامة دم دم بخير